لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد والله استثناني هذا من الناس الغوغاء اللي أصلا هم مش هم صدقين لكن فقط نكاية في فلان وعلان ما يعجبوش شخص ما يعجبوش شكله أيضا جيوش الإلكترونية اللي ديرها جمعت الرئاسة اللي ديرها جمعت لفلان اللي ديرينها المخابرات وجمعها خلينا من جدها هذه ريت اطلقى في أوامر تقول فقط تأدي في وظيفتها على جل باشتدي الخبزة اللي توكل فيها هذا ما نتكلمش عليها ولكن هذا وما تهمك شادي هذا كل واقع افتراضي يخلق لك امور اخرى افتراضية ليست لديها علاقة بالواقع الحقيقي روح للواقع الحقيقي الجزائي ما صدقوك حتى حتى خبر مثل هذا عودة الرئيس تخليه يأتي من ناس في الخارج وهذه مؤسف جدا مؤسف جدا مؤسف جدا الواقع هذا وتقول لي راني استجبت لمطالب الحراك في بناء الدولة الجديدة انت اصلا اللي معاك اللي معاك ما وثخوش فيه الدستور اللي درته اللي الناس اللي قال لك راهم يمشوا معاك مليون وستمائة الف جزائري قالوا لا للدستور وهذا عمرهم من الشعبية لتعقق رفضوا لك حتى دستور وجي تقول بانه بانه من الراهي راهي دولة جديدة تستجيب الى مطالب الحراك الحراك الشعبي مخرش فقط بش نحبسه بوتفليق لانه عاجل صحي نجيبه تبون ونكي مرض تعاملوا باسوأ مما كان عليه الامر في عهد بوتفليق الحراك الشعبي طالب حقيقة بالتغيير والتغيير مش هكذا تنحيلي اوياحي يدخلوا الحبس ويجيب عبد العز جرة هم هذا تغيير تجيب لي بعض الوزراء كانوا يخدموا في البروات بلانتوات عند عبد الملك سلال وأحمد اوياحي وصاروا وزراء ويحاضروا في الشرف الوطني وبينهم حتى اللي قال اسمعوا ونقولوا لهم يوم اول نوفمبر اننا تسترنا بيان اول نوفمبر لأول مرة منذ الاستقلال ولي ما عجبوش الحالي بد البلاد ما هكذا تبنى الدولة ما هكذا تبنى الجزائر الجديدة اذا كانت تعتقدوا ايها المسؤولون انكم بهذه الطريقة تبنوا في دولة جديدة وجمهورية جديدة وجزائر جديدة فانتم تكليبون حتى على انفسكم لأنكم مقتنعين بانها لا جزائر جديدة ولا بطيف لا ونزيد نقولها لكم مش نكون واضحين المسؤولي الجزائري لا يفكرون في جزائر جديدة ولا اي شي يفكروا في الحفاظ على النظام في الحفاظ على مسؤولياتهم في الحفاظ على الامتيازات متاعهم في الحفاظ على مصالحهم وفقت مصالح الدولة الجزائرية اخر من يهتم به حتى الرئيس بحد ذاته رح نشوفوه انا في البداية قلت لن اشكت في نواياه ولكن الان بعد عودته نشوفو طرح القرارات اللي يتخذها اولا تجاه محيط الرئاسي والطريقة اللي يتعاملوا معه هو شخصيا في مرضه وما يحدث من حواليه انت جيد وتذكر في المؤسسات وتخذ اول كلام توجهه للجزائريين وانت في القاعة الشرفية انت مطار بوفاريق تقول جيش الوطني الشعبي وتشيد بالجيش الوطني الشعبي الدولة رهى في مساعدتهم لصباحا مساء وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش تحرير وكل مؤسسات على الدولة العسكر رهى موظفي في مؤسسة لديها دور دستوري يطلقوا اجرهم يطلقوا امتيازات يطلقوا تأمينات يطلقوا كثئو سكن وخيرو بجنرالاتهم وعقداءهم وجنودهم وصفظباطهم كلهم كلهم ما ينجيش انا في كل دورة نشكروا يخرج العسكر يحل الطريق بسبب الثلوج لازم اننا في الفيسبوك نسبح بحمد العسكر لانهم نشكرهم اللي قاموا ارواحوا هنا في فرنسا ولا في دول اوروبية وتشوفوا العسكر واش يديروا وداروا في كورونا كيفاش داروا مخيمات ولا يوما شفت فرنساوي يكتب في صفحة الفيسبوك ولا اوربي شكرا للعسكر وراكم رفعتولنا رأسنا بل انهم انتقدوهم في كثير من الامور نحن لازم حتى الرئيس عندما يحط رجله في اول في اول شي يمدح العسكر لانه شنغريحان قابله بهذه الصورة راك تعطي 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 بانك مش كنت الرئيس بانه العسكر هي اللي يهمك ده وما تسميها انت جزائر ظل وش صاير فيها الناس ما لقاتش لقمه تعيشهم بسبب كورونا ما هكذا تبنى الدولة العسكر ما يحتاج انك تغازله العسكر يقوم بيواجبه وانا ما ننتقد في عمل العسكري هو ادر به لكن اللي عندما يجيني الملعب السياسة بهدله اذا اخطأ خاصة انه اغلب العسكر ما عندهمش خلفية سياسية الجنرالات ما عندهمش خلفية سياسية عندهم خلفية عسكرية كيدخل ملعب السياسة يتصرف بعسكرية وليست في اطار مدني باش نوصل حقيقة الى انه انه نفكك هذه المنظومة رمهيش ساهلة الجزائر راهي العسكر متغنغل في كل دوليبها وهذا يحتاج الى وقت ويحتاج الى اجيال ويحتاج الى تربية ويحتاج الى ثقافة ويحتاج الى وعي لا يتوفر اصلا في الجزائر بدرجات وضعيف جدا بلا ادنى شك اذا اخواني الكرام ان عودة الرئيس عبد المجيد تبون بلا ادنى شك انهت فطرة المانيا ولكن فتحت كثير من التساؤلات زادت في غموض ما حدث وتحتاج الى نوع من الشفافية الرئيس ما يجب ان يتعامل مع الجزائريين بهذه الطريقة هذه طريقة بائسة هذه طريقة طريقة لا تليق اذا كان انت تريد من الجزائريين يلتفوا من حولك ويصدقوا مشروعك ويعاونوك في بناء جمهورية جديدة هذه الكلام ما يصدقوهش الناس اصلا اللي ممنين بك رئيس جمهورية ما يمشوا صدقين كيف تنتظر من الناس اصلا اللي اين معاديينك رفضينك نهائيا او انهم او بالنسبة للجزائريين لانك خلوها فرصة فقط لخروج الجزائر من مستنقع كانت تقع فيه ولكنهم لا يصدقون النظام كيف رح تكسب جمهورية دستور انتاعك فوطاو عليها واش فوطاو عليها ثلاث ملايين الرئيس الجزائري لو كان يهمك سمعتك ويهمك شعبيتك ويهمك قرارك اول شي يديره رفض هذا الدستور لكنك رح تفوته لانه الدوائر الخفية ارادت هذا الدستور ورايح يدير قوانين انتخابات يديرهم لك العرابة المرفوض والملفوض شعبيت رايح يزيد يدير الكوة لانه هذا العرابة ابن دوائر المغلقة ابن الدولة العميقة رايح يزيد يدير هو قوانين الانتخابات ورايح تمرر الانتخابات في اي ظروف كانت ودير برلمان وبعد ذلك تبقى تتباهى بانجازات او مر عام على حكمك ما هو الانجاز اشتركوا في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله